ايه بقى اللي بيحصل في المغرب؟ وده بصراحة الأهم بالنسبة لنا دلوقتي الأهم بالنسبة لنا كلنا كجماهير مصرية النادي الأهلي النادي الأهلي قبل مواجهة مهمة أمام أوكلان سيتي وبالمناسبة هي مواجهة على الورق وعلى الأرض المفروض تبقى سهل على الورق أكيد سهلة على الأرض في الملعب هي المفروض سهلة طبعاً طبعاً تركيز اللعبين جدية اللعبين شغل الجهاز الفني هم اللي يخلوها مباراة سهلة غير كده لقدر الله ممكن يحصل حاجات تانية بس في كل أحوال لا الأهل يعدي ومتطمنين إن شاء الله أن الأهل يعدي ما فيش حاجة تقلقنا أوي طيب كواليس بقى الساعات الأخيرة في المغرب كواليس الساعات الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي تعالوا نشوف يلا بنا أولا الاجتماع الفني للمباراة والذي يقوم في الساعات الماضية تقرر خلاله أن يرتدي النادي الأهلي زي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشرط الأبيض بينما يرتدي فريق أوكلاند سيتي نيوزيلاندي الزي الأزرق بالكامل باست النادي الأهلي في المغرب وصلت مساء السلساء إلى مقر إقامتها بمدينة طنجة استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي التي يصدفها ملعب إم نبطوطة في التساعة مساء غدا حيث كان الأهلي يقيم في مدينة تطوان منذ وصوله إلى المغرب ثالثا مران الأهلي الأخير شهد جلسة من مرس الكرة المديل الفني مع اللاعبين لمراجعة بعض التعليمات الفنية فيما خاض اللاعبين فقرات بدنية متنوعة لمدة 40 دقيقة واختتم المران بتأسيم قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين ثم تدرب اللاعبين على تزديد رقلات الترجيح رابع عن مرس الكولار قال في تصريحات صحفية بعد المران إن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة وأن فريق أوكلاند منافس قوي وخاض معسكرا تحضيرا للبطولة في أسبانيا ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة به وهو ما يظهر إنه ليس ضعيفا لافتا إلى أن محمود كهرباء ضمن قائمة النادي الآلي في المنديال وأن الأهل يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطة اللعب في المباريات حيث تتحدد خطة اللعب دائما حسب استراتيجية المنافس وطريقة لعبه خامسا محمد شناوي قال أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى المغرب وكل مباراة لها حسابات خاصة بها وأن الفريق استعدى بشكل جيد لمواجهة أوكلاند سيتي لافتا إلى أن الفريق حظى باستقبال حافل ومميز من جانب الجمهير المغربية التي أكن لها كل الاحترام والتقدير متوقعا منها تشجيع الأهل أمام أوكلاند وشدد على أن الأهل يخوض منافسات كأس العالم للأندية بحثا عن إنجاز كبير بعدما حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين